اشتركوا في القناة وقد تناول الاتصال المواقف التي يتخذها البرلمان الأوروبي إذا الوضع الحقوقي في الدول العربية وفي هذا الصدد أكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن القرارات والمواقف التي دأب البرلمان الأوروبي على اتخاذها ضد مملكة البحرين بعيدة عن الموضوعية والمصداقية وتتسم بازدواجية المعايير لتجاهلها الدائم للحقائق الواقعية والتقدم الحقوقي المتنامي للبحرين في مجال رعاية حقوق الإنسان والإصرار على استقاء المعلومات من قبل جهات هدفها النيل من المملكة الأمر الذي يؤكده غياب التفاعل الإيجابي مع كافة الدعوات الرسمية التي وجهها ميلس النواب للبرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين والطلاع كثب وقرب على التجربة الحقوقية الرائدة والتعرف على الحقائق على أرض الواقع وضمنت معاليها النقاطة التي بحثتها مع رئيس مجلس الأمة الكويتين لطرحها في اجتماع رئيس البرلمان الأوروبي التأكيد على موقف بيت الشعب في مملكة البحرين الرافض للمواقف والقرارات غير الدقيقة والمتحيزة التي يتبناها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ودعوته مجددا للانفتاح على كافة الصعود مع المؤسسة التشريعية في مملكة البحرين وزيارة المملكة كي يقف البرلمان الأوروبي بنفسه على أوضاع حقوق الإنسان بعيدا عن السبل غير الموثوقة والتي لا تستقيم مسارات العمل المشترك بين الدول العربية والأوروبية ترجمة نانسي قنقر